مهتمSave محر هؤلاء جانب employer بإذن نقوم charts سنقوم بعملug Adaptiveべ ارغب الترينيق فورد في الـ Operation Manual نحن خدمنا كما قلنا البرتية الأولانية نحاول نعمل عليه الـ Adaptive Mesh لذلك لا نحن نأخذ فيه STL ونعود الخدمة الكل نأخذ الخدمة حاضرة ونكمل عليه الـ Adaptive Mesh نعمل المطلوب هنا نعمل رأي تقليك على Execute Mesh نمشيه Adaptive Analyses نعمل المياجة بازية على الـ MDL file و الـ S file في الـ PrismLayer نحن نضيفه بـ Per Default في الـ Number of Elements نضيفه 100M Elements و نعمل OK Execute بالنسبة لهذا يصبح الـ Run Automatically و يحاول أن يعمل الـ SQL الاخرين و يحسن الـ Refining في الـ Adaptive Mesh الذي يساكلها كما قلنا كل واحدة بازية على يقبلها و الـ Number يكون ترواه بـ Per Default و نرى بعد كيف نجمعه نمشيه للـ Logistics نمشي نحن نعمل Open نحل Tier 04 الـ Formation التي عملناها بكري و نزيد نحل الفشي S نضيفه هنا و نضيفه 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 و هنا في الـ Element Number نضع 100.000 Element كما نرى هنا نقوم بـ OK نقوم بعمل نقوم بـ Yes نقوم بـ Save G File و نقوم بـ Execute Immediately نبدأ بعمل المياج الأول المياج الثاني المياج الثالث و يحسن و يمشيه و يحسن و يتسكره و يحمل حاجة أرمال كما ترون هنا قاتل القوة الأولى او قاتل القوة الى المرة الثانية كما ترون هنا يعمل 200 بار يعمل 200 بار نتجد بعضنا بين من السيكل الهدوما والسيكل المثال الادابتاتي في ميش رغم لا يوجد أشياء المثال هذا هو التروازيام وهذا كما نشوفه هنا التروازيام الهدوما يبدل كل مرة يبدل كل مرة يعمل 1,2,3 بعد ذلك نحل الهدوثي كما نقوم بعمل يعمل الفشيات المثال يعملون الكريات ثلاث مرات نجمع ونجمع للسي بوست هنا نجمع في كل مرة يعمل الفشيات المثال كما نشوفه هنا 1,1,1 2,2,3 والفشيات 1,2,3 في كل يعمل الكالكول يعمل في الكالكول من الأول للأخر وكما قلنا الكالكول اللي بعده تركه بزيع اللي قبله هنا كما نشوفه كيف يعمل المياج ولا ريفايند ستيب باي ستيب هذي الأولى هذي الثاني وهذي التروازية وهذه الرفايند كما قلنا بازي على temperature وعلا على pressure وعلا على velocity ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر